كيف تتعامل مع الكذب؟ أحبائي من أفسوس القديمة بحييكم باسم الرب يسوع وراح نكمل دراستنا في هذا الموضوع أنا موجود على الطريق الروماني القديم في منطقة الأغورا اللي هي الساحة العامة أو السوق العام لكن من الجهة العليا في عدة طرق وكانت مقسمة في أيام الرومان تقسيم جميل جدا هذه المنطقة العليا اللي فيها البيوت المنطقة السفلة اللي كان فيها الحياة بالتحديد للأفسوسيين فمثلا تستطيع أن ترى الجيمنازيوم الأوديون المسرح الفني بتشوف البازيليكا اللي كان بيت القضاء في محافل بيتعاملوا في قضيائهم وأمورهم وقراراتهم تستطيع أن ترى معبد الإلهة روما والإلهة فيستا بتشوف كل المنطقة مع الأعمدة والتمثيل والبلد القديمي بتعبر عن حضارة روما أنا بدعوك معي لتشاهد هذه الحلقة عن هذا الموضوع المهم سأعود بعد هذا الفاصل كيف تتعامل مع الكذب؟ قال الرسول بولوس لكنيسة أفسوس لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض في الإصحاح الرابع آية 25 اطرحوا عنكم الكذب وهذه كلمة قوية جدا كما الإنسان بيطرح الرداء أو بيطرح شيء عن بعوقه أو يعيقه في نفس الأسلوب يقول اطرح عنك الكذب يعني اتركوا سيبوا كليا وحتى تلبس أكيد رداء البر رداء يسوع المسيح الكذب إخوتي وأخواتي خطية شنيعة وفظيعة جذورها تأتي من المصدر اللي هو إبليس الشيطان اللعين الرب يسوع وصف في إبليس قال عنه هو الكذاب وأبو الكذاب أول جملة نطق فيها الشيطان عندما قال لحواء أحقا قال الله يريد أن يشكك ويريد أن يكذب أقوال الله فهذا هو عمل إبليس هو أن يكذب أقوال الله حتى لا تؤمن الناس بالرب فالخطية خطيرة فالكذب خطية خطيرة جدا والكذب أيضا هي الخطية المصاحبة لجميع الخطايا عالة أي خطية ترتكب إذا كان خطايا جنسية أو خطايا العنف والقتل وإذا خطايا السرقة أو الشهادة فكل هذه الخطايا تصاحبها الكذب لابد أن يكذب حتى يبرر خطأ أو شيء معين فبالفعل الكذب هي الخطية اللي بتصاحب كل الخطايا أيضا في الكذب كذب الكلام والأقوال أحيانا يكون متعمدا وأحيانا بيكون غير مقصود والناس صنفت الكذب البعض بيسميه الكذب الأبيض والأسود إلى آخر لكن الكذب في نظر الله هي خطيئة مميتة شنيعة وفضيعة لأن الله قدوس ومصدر الكذب من الكذاب واحدة من أسماء الشيطان هو اللي بيقود الإنسان إلى الكذب فبكل بساطة اتعود أنك تقول الصدق فعندما بتتكلم بالصدق فأنت تحارب الشيطان وألعيب وأكذيب الشيطان أيضا بتعرفوا؟ العالم مليان بالكذب والكذب بيتخذ أشكال كثيرة مثلا إهمال الحق أو أحيانا منضيف على الكلام وأحيانا منبالغ في الكلام حتى يشوفونا في صورة منمقة أو صورة جميلة مثلا أحيانا عندما نهمل عندما نقوم بإهمال معين فنقدم الأعذار بطريقة مؤدبة عن عدم قيامنا بهذه المهمة وسمحوني في هذا القول كثير من المسيحيين بيرتكبوا هذا النوع من الكذب اللي فيه مبالغة أو ما بيعمل مهمل الإهمال فبيعتذر بطريقة مؤدبة لكن بالواقع داخليا هو عم بيكذب فهذه أخلاق مسيحية عمل مسيحي عميق في داخل وكيان الإنسان أحيانا بيكون الكذب الصامت مثلا من يمتنع عن التوبيخ أو يتغاضى عن خطأ معين أو حتى عدم المبالاة والاكتراث بأمر معين فهذا تعبير عن عدم الصدق وعن كذب في داخل الإنسان حتى لو معبر عنه إنه الكذب الصامت عاوز أتكلم أكتر عن هذا الموضوع فابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بعد هذا الفاصل القصير which is reported by Eusebius the earliest Christian church historian is John's visit as a bishop by this time they called him Episcopos a bishop and overseer of the church in Ephesus he made kind of a pastoral trip along the Ephesian coast line and came to Smyrna that's what it's called today Izmir as a matter of fact is what it's called today and it's the ancient Smyrna and it was Polycarp by the way who probably was the clergyman in charge there the famous Polycarp and what he did things that a bishop does today that is confirm people and ordain people in the ministry and so on he found a young fellow there who was very well liked by the congregation and he thought he should go into the ministry and so he told Polycarp you watch this fellow and send him to the seminary as it were and then he came some years later and said by the way how's my understudy doing and the bishop answered oh he's dead how'd he die he's dead to the church now he's a leader of outlaws in the mountain John says get me a horse and a guide so they got him a horse it's the only time we have an apostle and horseback that I know of and then they went to the bandits headquarters and the sentry stopped them and you will not believe what John says this is what I have come for and I couldn't believe the next Greek this is what I have come for take me to your leader literally in Greek and so when the outlaw saw John he simply collapsed and fell at his feet and wept and asked forgiveness and John assured him that he had forgiveness in Christ and then he became a stalwart leader in the church we will see مثلا اليوم في الكذب في التجارة وهذا النوع من الكذب بسبب الطمع والطمع بسميه الكتاب المقدس الذي هو عبادة الأوثان محبة المال فيصبح صنم في حياة الإنسان وللأسف كثير من المسيحيين بيقعوا أيضا بنفس الخطأ اللي هو الطمع فكثير من أنواع الكذب حتى في التجارة مثلا بيكذب على شخص وبيرتكب خطية تانية بيحلف حتى يبرر الكذب أو عدم الصدق في كلامه في كثير مرات الكذب بيكون لتبرير أمر معين أو بسبب خوف معين إبراهيم مثلا أبو المؤمنين في الكتاب المقدس كذب لأنه خاف عندما ذهب إلى مصر داود النبي العظيم كذب ليخفي خطية شنيعة في حياته لكن الرب كشف وفضح هذه الخطية في العهد الجديد الكتاب المقدس بيتكلم في الكنيسة الأولى عن حنانية وسفيرة اللي باعوا أملاكهم ووضعوها أمام أقدام الرسل لكن ما أعطوا كل المبلغ كذبوا في المبلغ كذبوا على الروح القدس فسقطوا أموات ففي الكذب بالسياسة اليوم السياسيين بيستخدموا كتير الكذب حتى يربحوا شيء معين على اكتاف الناس اليوم منشوف كذب مشهور جدا الكذب في الدين يعني بتستخدم الناس أمور الدين والتجارة في الدين بتستخدم الكذب الكذب في الحرب والخداع الكذب مثلا على الزوجة الكذب اللي بيخفي الشخص أمر معين فالكتاب يعلمنا أن نتكلم بالصدق والاستقامة هذا تعبير عن الاستقامة الداخلية التي تنعكس إلى الخارج والطهارة الداخلية فأي كذب هو تعبير عن خداع وهذا النوع من الكذب يعيق نمو جسد المسيح وهذه الخطورة في هذا الموضوع الكذب هو تصريح مخالف للحقيقة نتكلم بها بدافع الخداع والمكر عندما نقول الصدق والحق روح الله يعمل تعرف حبائي الناس بتكذب وبتخدع وبتمكر وبتستخدم هذه الأمور في الأمور الدينية بتقول الله قال شيء لكن الله ما قلش فبيكون في مكر فصفة الله هي الصدق والمكر الله غير مكر فالمكر هي صفة الشيطان متأصلة في داخل الشيطان رسول يحنى يقول كل كذب ليس في الحق ثم يقول في رسالته كتب من هذه المنطقة من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح وعلى فكرة جهنم ملياني بالكذابين كل من يحب ومن يصنع كذبا في رؤية يحنى إصحاح 22 لا نكذب لأنه بيعطي سبب جوهري لأننا بعضنا أعضاء البعض نقول الصدق لأن أحبائي عندما نكذب فنحن نؤثر على الجسد ونضر الجسد فتذكر أنك أنت عضو في جسد المسيح لما بتكذب أنت تعوق نمو هذا الجسد وبتأثر على الجسد فالحياة المسيحية هي حياة الاستقام والصدق حياة الطهارة والنقاوة هي الحياة التي نتمثل فيها من الرب يسوع المسيح ترجمة نانسيح The Romans came on the Jewish horizon when Pompey conquered Jerusalem in 63 B.C. They sent administrators of the land they weren't called governors yet until Herod the Great came along of course he wasn't called the Great at first but Herod was the son of a fellow named Antipater who had saved جلس كسار's life when he was besieged by Cleopatra's brother in Alexandria and Caesar then loved Jews from that point on and indeed when Caesar was assassinated in the Ides of March the greatest single contingent at his funeral weeping were the Jews of Rome so now when Augustus takes over of course his name was Octavian في مجتمع التاليين. وقالوا بجسر الشيخ أعين بجسرا. لماذا مكنت نحصل ب لأن الأعمالية وأن البيضaton يساعدنا يقنبي أماكن أنت منفعه بالعقيد كان لن يمكن أن يساعدت أن يساعده السيادة أدفعه 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 كذلك المدينة ويجعله أدفعه في سعالة الأردى ولكن في المقررات الانتفعه لجرسالة ولكن في سعالة الأمر سيطة للجب ويجعله سيئة رغب في السعالة بسعالة الأمر إلى السعالة الأربع تطوير الفيديو كما كان لديه مخطوطا لديه مخطوطا لديه قدت بأنه لم تكه لا يزيله فيها ونحن لديه مخطوطا لديه من أخيل حيليس أخيليل محضورة أخيليل لا أخيليل ولكن أخذري المنطقة بالأخذي كان لديه شرعي كان أخذ بحيليس وكان يساعد في المعدة الجسرية والدخول والدخول مدتهي والأنه renewed في جللي والأخر جولانيا والخدر منه سنة برديدة والأبد九ول ثانبو والذياد في رئيس ắهρι اسف ادخول جللي الى الأبواس حتى فgenes يتغلق الآن وإستمرati أخذ لأبواس أحزفك فيleft في خلال فقط يجبب قللا لقد كم تكس oops المترجم للقناة شاهد هذه الحلقة إخوتي وأخواتي أنا موجود على طبعا على كنيسة أثرات كنيسة شايفين الأعمدة من كل مكان هذه الكنيسة بونية طبعا تكريم ليحنى الرسول سأتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل لكن اليوم أنا بصلي أن الله يتعامل مع مشكلة الغضب إذا في مشكلة في حياتك اليوم اسمع هذه الحلقة وأنا بصلي أن تكون شفاء وبركة لحياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير كيف تتعامل مع الغضب؟ كيف تتعامل مع الغضب؟ هذا الموضوع أنا موجود في البازيليكا في كنيسة القديس يحنى هذه الكنيسة بنيت في القرن السادس ميلادي في أيام الإمبراطور جستنيان بنيت هذه الكنيسة أيضا مع كنيسة آية صوفية في إسطنبول هذه الكنيسة كانت تعتبر تحفي فنية بالهندسة والمعمار لكن معظم حجارتها أخذت من أفسوس القديمة اللي كنا فيها بعد ما حدث الزلزال كان صعب بنائها والرومان مش عاوزين يستثمروا أكثر في الأبني ولسيما كانت في فترة ضعيفة وبهذه المرحلة ابتدى دخول العرب والإسلام إلى المقاطعات الشرقية وأيضا في نفس هذه الكنيسة حسب التقليد المسيحي يوجد قبر يحنى الرسول طبعا بسبب الاضطهادات الكثيرة كانت الناس تنقل من مكان إلى مكان في القرن السادس كان طبعا دخول العرب في القرن الثاني عشر كانت المنطقة مسيحية دخول الأتراك مما أدى للمسيحيين يتركوا هذه المنطقة مثل ما شايفين القلعة الكبيرة اللي خلفه بنيت حتى يحتموا من دخول الأتراك فهكذا التاريخ يعيد نفسه من أبنية من أثرات اللي كلها بتشرخ أو بتتكلم عن أمور كانت في الماضي كيف تتعامل مع الغضب؟ يقول الكتاب اغضبوا ولا تخطئوا ولا تعطوا إبليس مكانا طبعا الشيء الجميل في هذا الموضوع أنا موجود في كنيسة يحنى يحنى اللي كتب رسائله من هذه المنطقة وإنجيل يحنى اللي هو بيتكلم عن المحبة وأطلق عليه رسول المحبة كان دائما بكرر العبارة محبة الله محبة هذا الرسول لما كان في فلسطين حاول يدخلوا إلى قرية من السامريين ورفضوا يعطوا الفيزا للرب يسوع المسيح فقال يحنى يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء فتحرق هؤلاء السامريين يعني بتوكل هؤلاء الكفرة قال يسوع ليحنى وقف هذا ليس روح المسيح ليس تصرف أو سلوك المسيح هذا ليس روح المسيح المسيح جاء لا ليهلك أنفس الناس قال لستما تعلمان من أي روح أنتما فطبعا الغضب ممكن يصل إلى حالة أنه روح الغضب اللي بيمسك وبيتفشى في كل زوايا ونواحي الإنسان والغضب مثل ما سمعنا هون اغضبوا ولا تخطؤوا فالغضب هو حالة طبيعية تعبير عاطفة بسبب حدث أمر معين وهذا طبعا ليست خطية فمنقرأ عن الله مثلا في العهد القديم غضب عدة مرات وإلى درجة كان في دينونة على الشعوب القديمة وكان في السبع على شعب إسرائيل في روميا الإصحاح الأول يقول لأن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم هذا الغضب في نار متقدة وغيرة في داخل الله يسمى غضب مقدس فهذا جزء من الدينونة طبعا على الخطيئة بسبب الخطيئة اللي بتلوث كل نواحي الحياة فالغضب مثل النار تأكل وتشتعل وتدمر حياة الإنسان لكن في غضب صحيح هذا الغضب هو غضب مقدس فمثلا يسوع غضب في العهد الجديد وأنا عاوز أتكلم شوي عن هذا الموضوع لكن بدي تفكر في هذه الكلمات اغضبوا ولا تخطئوا ولا تعطوا إبليس مكانا تعرفوا بحب أواصل في هذا الموضوع لكن بحب أعطي فاصل قصير ابقوا معي حتى نواصل حديثنا في هذا الموضوع The Keister River today is a very modest little waterway as a matter of fact originally it was larger and originally again Ephesus was perched right on the sea coast of the Aegean Sea but through the centuries of course the mud builds up at the delta mouth only here it wasn't a delta as much as a fill-in area through the centuries then as the mud builds up today you'd find at least three or four miles Ephesus is inland and it's hard to imagine what it was like actually the bus has to go quite a few miles before you then turn left and go to Gouchara Sea the modern sea point but originally Ephesus was right on the Aegean and again the view from the great theater would be spectacular كيف تتعامل مع الغضب؟ بحب بس أوضح فكرة صغيرة أنا بهذه الدراسة مش بحاول أتكلم من ناحية نفسية أو سايكولوجية لأنه في أشخاص مسيحيين رجال الله متخصصين في هذا الموضوع اللي بيتكلموا عن حالات الغضب وأنواع الغضب ونفسية الغضب والأمور التي تقود إلى الغضب لكن اللي بحاول أعمله أنا بتكلم عن كولتشر بتكلم عن حضارة بتكلم عن ثقافي كانت سائدة في تلك الأيام وما زالت سائدة في الشرق الأوسط سريع الانفعال سريع الغضب السياح الحركات بالإدين أحيانا الحلفان التجديف تعبير دايما عن عدم الرضا عن الغضب ضد كل شيء ضد الحكومة ضد السياسة ضد الدين ضد الناس ضد نفسه ضد زوجته ضد أولاده فبتشوف هذه الأنواع بشكل مستمر هذه بتحتاج أنه شخص طبعا يتكلم عنها لكن اللي أنا عاوز أقوله الكتاب يقول اغضبه ولا تخطئه شيء طبيعي أنه الإنسان يخضب هاي الله حط فينا العاطفة مشاعر حتى ننفعل أو نعبر عن شيء معين اللي أنت مثلا مش حابه أو شايفه غلط فمثلا يعني أحسن مثل هو الرب يسوع المسيح كان موجود في مجمع لليهود وكان فيه رجل يده يابسة وكانت العيون شاخصة ليسوع شو رح يعمل هل رح يكسر السبت فيسوع المسيح سأل هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر تخليص نفس أو إهلاكها فسكتوا فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم يعني كان فيه غضب يعني لما تطلع عليهم كان في حالة غضب يعني أنه كانوا بيهتموا في شرائع السبت أكتر من تخليص إنسان وعلى فكرة هو يتكلم أنه يمد يده حتى ما كسرش السبت أو مثلا عندما كان يسوع في الهيكل في دار الأمم غضب ومسك صوت وطرد الباعة والصيارفة وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فبالفعل غضب على الناس اللي بتستخدم الدين وعم بتتاجر في الدين لمصالحها الشخصية وهكذا منشوف شخصيات مثل غضب ويلبر فورس كان متقد غيرة ونار وغضب ضد تجارة العبيد فكان ينادي بالتحرير العبيد وبصراحة من لا يغضب عندما ترى رجل كبير بالسن يداعب طفلة صغيرة لكي يقودها إلى الخطية أو رجل كبير بالسن يتزوج بفتاة صغيرة كل هذه الأمور تحدث غضب في داخل الإنسان الغضب الصحيح يقول عنه الرسول بولوس لا تغرب الشمس على غيظكم يعني خلص كمل أي شيء ما تخلي الشمس تغرب لأنه رح ييجي يوم تاني يكفي اليوم شره لأنه إذا ما غفرت رح يكون الأمر بيتراكم وإذا الأمر بيتراكم تصبح طبعا جبل من الأحمال والمشاكل قبل أن تغرب الشمس اعتذر إذا كان في مشكلة مثلا بين زوج وزوجي إذا اعتذرت في هذا اليوم وبكرة كان في مشكلة ما ترجع إلى المشكلة القديمة وإذا في مشكلة اليوم حل مشكلتك اليوم لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكان إذا تركت الأمر يتراكم هذا رح يقود إلى غضب والغضب رح يسبب إعداء ويسبب كرهية في الداخل يقود إلى المرارة فالمرارة هي عبارة عن غضب داخلي موجود في داخل إنسان اللي بيقول الكتاب لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله فأنت لما بتتعامل في شيء بالحال لا تغرب الشمس على غيظكم وهم يتكلم عن الغفران حياة الغفران وحياة المسامحة تعرفوا بكل بساطة الكتاب بقول إلبسوا الرب يسوع المسيح امتلئوا من الروح القدس لما بتلبس الرب يسوع طبعا أنت بتطرح الإنسان العطيق تلبس الجديد تلبس الرب يسوع وعندما تمتلئ من الروح القدس الروح القدس بيعطيك الصفات ثمر الروح اللي فيها طول أنا محبة صلاح فيها غفران فيها يعني لمسة حيوية روحية من الداخل اللي بتعطيك قوة في حياتك كم أسرى تمزقت بسبب الغضب الغضب مرة تانية بيقود للكرهية بيقود للصخط والهياج والصياح والتجديف وبيوصل وضع إلى المرارة لدرجة إنسان بيخرب بيفسد كليا فاليوم لا تغرب الشمس على غيظكم إذا في مشكلة في حياتك حلها اليوم وصل أنك تمتلئ بالروح القدس حتى يعينك يكون عندك الفضائل المسيحية وتشلك بقوة الروح بحب أسمع منك إذا بتحتاج مساعدة روحية إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة